إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درسي جديد وفي تحليل جديد في القناة العلمية العرفية الكاذبة اليوم سنقوم بتحديد عملة البيتكوين لكن قبل البدء أدعوكم في الاشتراك في قناة تيليجرام المجانية الرابط سأضع لكم في صندوق الوصف في هذه القناة نضع يعني كل عروضنا وآخر عرض والحصول على دورتين بسعر دورة واحدة دورة تحليل الموجي والبرايس أكشن فقط بمئة وسبعة ودسعين دولار أربعة وثلاثين فيديو خمسة وعشرين ساعة من المعلومات فقط بمئة وسبعة ودسعين دولار استغلوا هذا العرض قبل أن ينتهي ستجدون رابط للشراك في الدورة أسفل في التعليقات خذوا الرابطة كاملا ورابط للتليجرام للتحدث معي مباشرة كذلك في هذه القناة المجانية نضع آراء وشهادات المشاركين في دوراتنا التدريبية أرباحهم صوت وصورة أرباحهم حتى تروا أن دورتنا تعدوا من أقوى الدورات بشهادتكم الحمد لله كذلك لا تنسوا التهاب للموقع بيبرويفتريدر.com بيبرويفتريدر.com في بعض الكتب المجانية للمبتدئين مثل الدليل الأساسي للشمال اليابانية اضغط عليه الآن مجانا دائما لك رخص وتصلك الكتب لأيما لك رخص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك كل ما نقوم بها في القناة ودى مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطي لنصائح مالية ولا استثمارية إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول مسؤولية تنتم عن قراراتك قناة العلمية عرف الكذيب لا تتحمل أي مسؤولية طيب البيتكوين سنقوم بتحديث تحليل البيتكوين من فريم الأسبوعي حتى نرى ماذا لدينا إذن على البيتكوين لاحظوا كان لدي هذه الموجة ثم تصحيح 1, 2, 3 ثم صعود ثم هذا التصحيح هنا إذن لدي موجة أولى تصحيح ثم موجة ثانية زيادة في الزخم ثم نزل قوي ثم موجة أخرى نقص في الزخم وبعد ذلك هذه الموجة التي لديها موجة أولى موجة ثانية ثم موجة ثالثة جميل جدا إذن الآن هناك نقص في الزخم مما يؤدي بنا إلى قول أنه الآن ربما سنبدأ في تصحيح كبير هنا في تصحيح كبير هنا بما نقول لدي 1, 2, 3 دائما عندما يكون لدي 1, 2, 3 إما سيكون لدي 4, 5 أي W, X, Y, X, Z أو 1, 2, 3, 4, 5 إليوت أو عندما يكون لدي 1, 2, 3 أي ABC أو W, X, Y سنحصل على تصحيح كبير ليلغى هذا التصحيح ثم مصعود إذن ربما هذا الذي لدي لدي W, X, Y مثلا سيلغى لإلغى هذا التصحيح يجب أن نحصل على تصحيح كبير هنا هذا التصحيح الكبير هنا إما سيكون Regular Flat Expanding Flat أو Running Flat على حسب ما نراه الآن بما أنه تم كسر هذه القمة لن يكون Regular Flat إذن غالبا إما سيكون running ثم يسعد أو يكون Expanding ثم يسعد لماذا نتحدث عن الصعود لأنه لدينا زيادة في الزخم هنا في هذه الأخيرة موجة بالتالي إذا كان هذا تصحيح كبير فهو محسوب على يتي الموجة الأخيرة محسوب على يتي الموجة الأخيرة بالتالي هناك زيادة بين آخر الموجتين إذا قلنا أن هذا تصحيح إذا ولماذا قلنا أنه هذا سيكون تصحيح لأن هذه الحركة هي قوية لا يمكن أن تكون لوحدها تصحيحا لو كانت هذه الحركة تصحيحية كنا سنقول أنه ربما هذه الموجة فيها نقص في الزخم وهناك ربما نزول تلاحظون لكن بما أنه هذه الحركة قوية فهذا فقط تصحيح لصعود أكثر تمام هذا في الأسبوع يعني منطقيا هذه تحليلات منطقية في في الأسبوع لكن يجب أن ننزل أكثر لنرى ماذا لدينا إذن إذن كما قلنا وكما توقعنا عندما تم كسر هذه القمة قلت لا شراء لا شراء بل دائما نبحث عن النزول عن النزول عن النزول تمام النزول هل يكتمل هذا النزول في رأيي في رأيي لا زال لم يكتمل ضروري ليس ضروري ولكن عادة نحصل على مثلها على طول هذا الموجة هنا نفس هذا الموجة هنا عادة عادة ليس دائما لكن عادة هل يمكن أن يكون هذا هو الرنين فلات هكذا والله ممكن هل ممكن أن يكون هذا هو الرنين فلات والله ممكن ممكن جدا لذلك لذلك أريد أن أعطيكم مثال أنا رأيت مثالا هنا لاحظوا مثلا هنا هل طول هذه الموجة مساولة طول هذه الموجة لا تلاحظون وهذا الرنين فلات لاحظون هذا الرنين فلات متى سعرف أنه رانينفلات عندما يسعد يعطينا تصحيحاً هنا سابحته عن الدخول إذن ليس بالضرورة أن يكون هذه الموجة مساوية لهذه الموجة ليس بالضرورة نحن عادة نقول نريد أن نرهما متساويتين لكن لاحظوا هذا المثال ليس متساوية لكن هذه الموجة أقصر من هذه الموجة بالتالي كيف سعرف عندما يتم الارتداد هذه آخر موجة عندما يرتد لأكثر من مئة بالمئة ثم يصحح فوقها هذا هو دخولي نفس الشيء هنا إذا كنت أريد أن أقول هذا هو رانينفلات إذا كنت أريد أن أقول ربما لن يكتمل طول هذه الموجة أحظوا الأسرار التي يعطيكم أصدقائي أريد أن أرى موجة تصعد ترتد لأكثر من مئة بالمئة من آخر الموجة التي يأتي الموجة من هنا إلى هنا ثم تصحح وبدأ يقول لي أنه خلاص انتهى هذا الرانينفلات وهناك صعود إلى أين الصعود إلى أين الصعود الصعود سيكون إذا كان هذا الرانينفلات سيكون له مئة واحد وستين فاصلة أمنية فيبونتي لكل هذه الموجة واحدون وان تو ثري بما أن هذا تصحح كبير إذن يكون من هنا إلى هنا أي لنقل على الأقل مستوى اثنين وتمانين ألف دولار ثم بعد ذلك المئة وأربعة ألف دولار مستوى المئة واحد وستين فاصلة أمنية تلاحظون لكن إذا وقع هذا الأمر ماذا لو لم يقع هذا الأمر وعطنا نفس طول الموجة جميل هذا ما نريد لنرى أعود إليكم لاحظوا أنا أعطيكم كل الأمور أو السيناريوهات إذن عادة كما قلت عادة أتوقع مثل طول هذا الموجة هنا عادة لكن بالنسبة لهذه الرانينفلات مكتمل هنا في هذه المنطقة نعم قد يكون مكتملا متى سيكتمل كما قلت سيكتمل إذا إذا أخذنا آخر موجة وارتد لنسبة 100% من تلك الموجة وعطني تصحيح يعني نفترض أنها أن البيتكوين هاتي آخر موجة بنسبة لي عفوا هاتي آخر موجة بنسبة لي هنا إلى هنا هاتي آخر موجة من هنا أدرخط نفترض يعني مستوى 59200 نفترض أن البيتكوين بدأ يسعد 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 يسوصل إلى هنا وبدأ يسحح ماذا يعني هذا منطقيا هذا يعني أن أن المشترين أقوية ارتدوا بأكثر من 100% من آخر نزول للبائعين مما يعني أن المشترين أقوية ظهروا في السوق ومنعوا السوق من النزول مرة أخرى بقي السعر في التلت الأخير من هذه الموجة الدافعة مما يعني أن المشترين ربما يكونوا أقوية إذا تم الكسر بقوة فهذا هو صعودك لأن المشترين تغلبوا على البائعين تمام طيب ماذا لو ماذا لو بقي السوق في هذه المنطقة بقي البيتكوين في هذه المنطقة هذا يقول لي أن هؤلاء البائعين الذين باعوا من هنا في هذا النطاق دازلوا أقوية وحبسوا السعر في التلت الأخير من الموجة الدافعة مما يعني إذا كان هناك كسر فهذا يعني أنه النزول ولكن النزول مؤقت فقط إلى مستوى الثلاثة وثلاثين أرف دولار أو الآربعة وثلاثين أرف دولار حتى نكمل طول هذا الموجة عندما يتمل طول هذا الموجة يجب أن نكون حذريين يجب أن نكون حذريين أصدقائي طيب إذا أردت عن رقماتي الموجات ماذا لدي لاحظوا أفوا بدي هذا التصحيح بدي هذا التصحيح إذا إما سنحصل على مثل هذا التصحيح في المستقبل هكذا هنا تجو إلى هذا التصحيح هنا ثم بعد ذلك نزول أخير أو أحتاج إلى تصحيح أكبر من هذا التصحيح أحتاج إلى تصحيح أكبر من هذا التصحيح للنزول أخير للنزول هذين هما الاحتمالين الذين لديه إما تصحيح مثل هذا التصحيح هنا ليس مثل يعني رانيهم قد يكون regular قد يكون expanding يعني قد يأتي إلى هنا ثم يرجع هكذا contracting ثم ينزل ثم يرجع contracting ثم يمشي ممكن قد يكون expanding يأتي إلى هنا ثم يعود ثم يأتي إلى هنا ثم يسعد هكذا أفوا أفوا قد يأتي إلى هنا هكذا ثم يرجع يصبح expanding هكذا ثم ينزل ممكن أو ريجولر أو ممكن يكون ريجولر هكذا ثم ينزل تلاحظون يعني فقط يجب أن يكون على قدر هذا السهم الذي وضعت أو أو يعطيني تصحيحا كبيرا هنا أكبر من ذلك التصحيح وهذا كذلك للنزول أما للصعود يجب أن يسعد ضروري أن يسعد للمستوى 59200 ثم يصحح فوقه وهذا هو صعودي إلى مستوى 82000 ثم مستوى 104000 دولة لاحظون هذا هو تحليلي لحد السعر بيتكوين قد تتغير البنية في المستقبل ماذا أقصد بي قد تتغير البنية قد ينزل السعر ويكسر هذا القاع وإذا نزل وكسر هذا القاع سيصبحه إذا نزل السعر لاحظون إذا أعطنا تصحيحا هنا ونزل ولم يتوقف هنا وكسر هذا القاع فعده ولاحظوا هذه الموجة قوية يا إما كذلك سيعطينا حالتين أو لا أريد أن ندخل في خليه إلى وقته إذا جاء السر وعطنا هنا نشرح حتى لو أعقد عليكم أمور لكن ما أريدكم أن تعرفوا الأنوان أننا ننتظروا رانين فلات لحد الساعة ننتظروا أن يكون لدينا رانين فلات هل رانين فلات ممكن يكون كتمل هنا ممكن يكون كتمل هنا ممكن يكون كتمل هنا مما يعني أنه ننتظر أن يسعد إلى هذه المنطقة ثم يصحح إذا أردت أن نتوقع الصعود هذه أفضل منطقة ممكنة لأنه لا نريد أن نغامر أو نريد أن نرى ردة فعليه هنا كيف ستكون هل سيعطينا مثل هذا التصحيح وهذا جميل جدا يعني نزول أكثر أو أكبر من هذا التصحيح نزول أكثر تلاحظون إذن لاحظوا تحليل موجة يمكنك من معرفة صور كثيرة تكون ببالك وتضعها في بالك حتى تتجنب الخسائر أهم شيء في التداول ليس الربح أو أهم شيء هو أن تتجنب الخسائر بعد ذلك يجب أن تكون لديك استراتيجية للدخول للخلول يعني تحقيق الأربحة وإذا أردت هذه الأمور ما عليك إلا استغلال عرض دورتنا بسعار دورة واحدة والاشتراف في دورتنا التدريبية دورتنا تحليل الموجة والPrice Action 34 فيديو 25 ساعة من الأسرار التي تمكنك أن تطبقها في أي سوق أمنات رقمية فوريكس مواد أولية أسهم أي سوق خذ رابطة كاملا تحدث معي مباشرة عن الذي يجاوبك لا تنسوا أن تفجروا لايكات ضعوا تعليقاتكم أسفر الفيديو ولا تنسوا أنا العلم لا أعرف الكذب وأن هدفنا هو تعليمكم لأقل والأكثر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا السلام عليكم أخي ويسام الله حافظك أخي وبركاته وفكليزك بخير أمور هنا يكون شيء بخير مزيان لا أسأليك أخي أخي أشاهدين أقول لك الدورة أكثر من رائعة أخي بكل المقاييس أكثر من رائعة أنا فاتلي در الدكور ولكن ماشي بمستوى دي الكور هذا ماشي بمستوى در أساسي دا متخصصين وعندهم باع في الميزان وجير وفلوس دي الناس كبار يعني ماشي زمك واصلين ولكن بهذا الكيفية وهذا بهذا العطاء بهذا العطاء اللي كنقول بهذا العطاء اللي شتو الصرحة دقال يعني يا أخي شنقول قليل رجال بحال كله كنشكرك ثانية نقول لما خاش الدورة رمخ دوار في حياته والسلام عليكم السلام عليكم يعطيك ألف عافية أخي ويسان أنا حابب بتشكرك كتير على دورة تحليل الموجي بالحقيقة هي دورة كتير مفيدة وكتير مهمة وأي واحد بيشتغل بعالم الفوريكس أو البورصات بشكل عام لازم يطلع عليها الحقيقة أنا لسا خلصت منا بس أول ست دروس بس فعلا كان فيها مع كم معلومات كبير ومشروح بطريقة سهلة ومبسطة ومفهومة للجميع فشكرا جزيلا إليك ويعطيك ألف عافية السلام عليكم شكر خاص لأخي وسام على دورة التحليل الموجي والبرايس أكشن صراحة عن نفسي أنا استفدت كثير من الدورة هي وحققت أرباح الحمد لله كثيرة بما أني متداول ما كملت سنة في التداول في آخر ستة شهور كنت خسائر في خسائر في هبوط السوق الحمد لله عوضت خسائرية كلها وبدأت حين أدخل أرباح الحمد لله والفضل لله أولا وثانيا لأخي وسام وأنا أشكر أخي وسام شكر كثير صراحة على تبسيط الأمور و وأعطائنا الفهم الكافي لتحرقات السوق ولصناع السوق و مرة ثانية شكرا أخي وسام على التحليل الرائع والمبصر والتعليم الرائع اللي علمتنا إياه شكرا